اسم الاب والابن الروح قدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان وعباد كلها امين كل سنة وحضراتكم طيبين ايام جميلة ومتعدي ايام سيام الرسل وبرضو بتجري قربت تخلص هي كمان وفرصة جميلة النهاردة لما جي كان فترة كده كلمني ابونا على سلت سلت الحواس الحقيقة اشكر ربنا اداني حاسة جميلة نحن نتكلم فيها وعشان نبدأ بيها احكي لكم قصة صغيرة كده بتعرفكم ايه المعنى ده او ايه هي الحاسة دي كان فيه قديس كده اسمه ديديموس الضرير راجل ده جميل جدا وراجل قوي قوي روحانيا وده اللي على فكرة عمل فكرة برايل ده في قرن الرابع زمان قبل ما برايل يعملها المهم كان هو صديق شخصي للامبان تونيوس فقعدوا مع بعض كذا مرة فلقى حزين فجاي بيقول له ما لك يا ديديموس انت حزين قال له اه عشان فقدت البصر قال له اه قال له انت زعلان على فقدت حاسة تشترك فيها مع احقر الحشرات والحيوانات وتتميز بحاسة لم يجدها اي بشر يعني كلم على النظر الطبيعي ده ده احقر حيوانات او احقر حشرات موجودة عنده الحاسة دي لكن حاسة البصيرة الروحية لا يتميز بها الا البشر فالنهارده هنتكلم مع بعض على البصيرة الروحية ايه هي البصيرة الروحية يقولوا كده زي ملعين هي نور للجسد وهي اللي بت تضيء الجسد البصيرة الروحية هي التي تضيء الروح او ترشد الروح وزي ما انتوا عارفين الانسان عبارة عن ايه جسد وروح بس الروح ماينفعش تبقى موجودة من غير جسد فالجسد لازم هو اللي يقودها عشان كده بانه العين هي المنظار اللي ينظر منها البصيرة الروحية او اللي تشوف منها البصيرة الروحية فالبصيرة الروحية هي اللي تنير الروح والعين هي التي تنير الجسد عشان كده الكتاب يقول لنا نقرأ مع بعض كده ايتين حلوين او من متة ستة بيقول كده ايه سراج الجسد هو العين فان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وان 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 كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فان كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون وإلهنا كلما جد وقرأ قد ايه شوف الفكرة العين عشان كده يقول العين هي مفتاح الجسد ومفتاح واتنور الجسد ولما اتنور الجسد تقدر تنير بصرتك الروحية والعلماء قالوا كده ان حوالي 70% من اي داتة تخش العقل 70% منها يخش منين من العين والباقي كله ده بقى من باقية الحواس اللي اربعة الباقيين عشان كده الكتاب يقول لنا لو دخلت عينك دي المدخل ده سليم يبقى كل حاجة هتبقى سليم لكن الكتاب يقول لنا كمان جميل قوي ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق نعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق في يحنى الاولى ودي تبين لنا حاجة حلو قوي ان ما فيش واحد فينا ما عندوش بصيرة فهل انت عارف دي ولا مش عارف دي عشان كده دي بقى يعني بصيرة بقى حد يقدر يوصل يعني بصيرة صعب ها معرفة الاشياء ها حد عندو اي رأي في الكلام ده احنا قلنا ها دلوقتي البصيرة هي ارشاد الروح والعين هي ارشاد الجسد طب البصيرة بقى ايه ها يعرف الحق ده هو كده اللي يكتاب اللي بيقول مش حضرتين هو بيقولك الله عطانا لكي نعرف الحق الابع علمونا ان البصيرة هي ان انت تمي صوت الله الذي فيه دخلك لان الكنيسة هدتنا في اول يوم اول يوم بنخش الحياة بتنزل المعمودية وتاخد سر الاستنارة مش احنا دي المعمودية بسموها ايه تناصير هي اين تناصير هي الاستنارة وده سر الاستنارة من اول يوم دخلت في العالم رح مدخلك الايه المعمودية يبقى اخدت الاستنارة ولا لا مين هو الاستنارة هو الروح القدس اللي بيخش جواك عشان كده الروح القدس لو جواك عايش ومتفتح ونامي انت عندك استنارة روحية لكن لو انت معتمد على الجسد البراني والعين الخارجية والحواس الخارجية برحتك بقى عيش في الحياة عشان كده يقولون الانسان الروحي السليم لا يحتاج لسؤال احد على شيء لا يحتاج لسؤال احد على شيء ولكن الروح الذي داخله هو يرشده الطريق الذي يسلك يعني ايه معنى الكلام ده يعني لو انت انسان روحاني صح روحاني مزبوط هتقدر تميز الروح اللي موجود جواك لانه هو بيرشدك كل يوم الطريقة التي تسلك مش كده ارسل لكم المعازي يعلمكم كيف تسلكه يذكركم كل ما قلت يعلمكم كل شيء كل ما قلته لكم هو ده هو ده ما هذا الروح القدس اللي جواك فلو انت انسان روحاني صح وماشي صح هيب عندك بصيرة وعندك نظرة غير نظرة العالم نظرة مختلفة تماما لنظرة الروح اللي قدس اللي جواك عشان كده احنا بناخد السر البصيرة من يوم المعمودية في اول يوم في حياتك عشان تقدر تعيش صح وعشان كده نقول برضو ان الروح ده بقى لازم يكون ليه صمر الروح اللي جواك دي لازم يكون ليها صمر وبيتزرع هو تزرع جواك انت قلب قلب جيد بعد انزلت المعمودية وبالميرون يزرع جواك الروح القدس فتعطي استنارة للقلب هل انت استمرت على كده في حياتك بقيت تنمي هذه البزرة اللي ما احطها جوا قلبك ولا لا البزرة تحطت ومش ممكن هتمش فمجيش تقول لي انا مش قادر اسمع صوت ربنا مش عارفه يبقى انت اللي مطافي الروح لجواك ربنا بيكلم جواك كل لحظة كل دي كل وقت بس هل انت سمعت الحقيقة قالوك قصة كده حصلت معايا مرة ما كنتش فاهمها ليه لكن بعد ما فهمت عرفت ان انا مش دريان لان الحقيقة هي واحدة عابرة هي اللي قالت لي اللي حصل كنت مرة مع واحد مر بتجربة تقيلة قوي بيدي عنكم رجلي اللي اتنين اتقطعوا عين راحت من السكر وكان بعيد عن ربنا قوي وانا واقف قدامه عم مراته بتقول لي تعال اقول له كلمة طب انا هقوله ايه هو يقول لي شفت يا بنا ربنا عمل في ايه فالحية مش عارف اقول له حاج هقول له ايه ربنا قطع لك رجليك شلك عينيك فالحية لقيت صوت جوه وداني يقول لي ايه ان عثارتك عينك اقلعها ان عثارتك ايدك اقتحها ان عثارتك رجلك اقتحها طب يا رب هقول له ايه ايه الاية دي مش معنى دي اللي بترني في وداني دلوقتي قلت ليه فروح تريح بتولي خلاص بقى بص يا ابني هقول لك حاجة ان عثارتك عينك اقلعها ان عثارتك ايدك اقتحها ان عثارتك رجلك اقتحها كتاب يقول كده ان عشان انت تخش اعرج او اعمى او مكسح تخش الملكوت احسن ما ايه ما تخشش وانا عايز اقول لك حاجة قالي قالوا كان عندك كل الكلام ده انت ما جدت بيهم ربنا قالي الحية لا قالوا ربنا اخدهم منك عشان يجي لك هو بنفس ويديك النعمة الحية لقيت الرجل ده اتبدل مية وتمانين درجة بعد ما كان كاره و ناقم وزعلان ايه بيقول لي ايه ده طب صليلي يا ابون لانا تعبت ربنا اوي وتعبت مراتي اوي والحية اسبوع وسفر السم بس كان بقى ايه تاب وقدمت رهيب على سبعين سنة فاته صدقوني يوم الخارجة بتاعته قلت كده اليوم نودع لس جديد للملكوت كان صعب اوي كان حياته صعبة جدا بس في الاخر ربنا ايه شده انا كنت مستقرب ايه الصوت اللي جوه وداني ده انا فاكر ان انا يعني من فضة القلب يتكلم اللسان الحية لا خالص يعني اعتار ايه مرة واحدة تانية بتقول لي ابونا انا شفت المسيح ايه ازاي يعني شفته وعدت تكلم معا طب حل وخالص طب استكلمتي معا بانه لغة معرفش ايه اللي خلاني نسأل السؤال ده قالتلي ما فتحش بقه طب وانتي اتكلمتي معا انا اتكلمتي معا طب اتكلمتي معاي ما فتحتش بقه طب ما ايه اتكلمته ازاي مع بعض قلتلي هو عارف كل سؤال جوه قلبي ورد عليه في وداني من غير ما يفتح بقه بس انا سمعاه بوضوح وهو عارف كل اللي في قلبي ورد عليه الحقيقة انا اتخضيت من الايه الاجابة دي او الرد ده فعدت افكر مع شاول شاول الترسوس وهو في طريق دمشق الكتاب يقولنا ايه سمع صوت ووقع من على الحصان وصار حديث طويل اتذكر ثلاث مرات في اعمال الرسل بينه بالمسيح حد سمعه حد شاف حاجة لكن الحوار ده كان اتقلت ثلاث مرات فالحقيقة اكتشفت ان الصوت ده بيبقى فين في الودان لكن هل بتشوفه بعينك لا يبقى انت لو انت مجهز نفسك تسمع فربنا بيتكلم في ودانك في كل لحظة عشان كده الكتاب يقول لنا كده خرافي تسمع صوتي ولا تسمع صوت الغريب تعرفه وتميزه تميز صوت الراعي لو انت عندك البصيرة الروحية تقدر تميز صوت الروح اللي في قلبك هو دي البصيرة الروحية عشان كده احباي افهم ان البصيرة الروحية دي جواك من صغرك بس المهم انت تشعلها وتنميها ترويها ترويها ب وسائط النعمة عشان كده يقول لنا البصيرة الروحية هي سر روحي يعني ايه سر روحي ده سر من اسرار الالهية توضع جوه قلبك عشان كده يلزمها علاقة سرية بينك وبين الله علاقة سرية بينك وبين الله يعني يقول لك المخدع هو اهم حاجة في علاقتك مع ربنا عشان تنمي البصيرة الروحية عايز عايز تبقى عندك بصيرة روحية فين مخدعك فين السر اللي بينك وبين ربنا اسألكم سؤال هل اي واحد او اي وحدة علاقته السرية مع امراته حد يعرف انا حاجة الحياة طبعا لا تبدأ ايه ده دليل قوة هذه العلاقة وجمالها فتلاقي اكتر اتنين يعرفوا بعد حتى من النظر او من الفكرة ده نتيجة الايه العشرة والعلاقة السرية اللي بينهم هم اللي اتنين فقط ولما حد يخش بينهم العلاقة دي بتاتدمر عشان كده يا حباي افهم عايز تنمي هذه العلاقة السرية او السر اللي بينك وبين ربنا لازم يكون ليك علاقة سرية معاه ليك علاقة مخدع تبقاها جواه لو رجعنا لفكرة الخروف عشان تقدر تميز الصوت يقول لك كده ايه ومتى اخرج خرافه الخاصة يذهب امامها والخراف تتبعه يعني كل ما تسمع صوت ربنا تمشي وراه مش تعنده الخروف اول ما يشوف الراعي تلاقي ايه ماشي وراه ده حتى ليه صفارة معينة اول ما يقولها تلاقي الخروف ايه جاي لو اي حد صفر الصفارة دي ما حد شي ليه ابتدى يميز صوته فمهم اول انت تتبع هذا الصوت طب الله بيتكلم فيه داخلك كل لحظة هل انت بتسمعه ده انا هقولك حاجة ضريفة اول ممكن تكون بتتخنئ مع مراتك او بتخنئ مع جوز مثلا يعني مثلا ان شاء الله يا ربنا يبدأ عنكم الكلام ده كل بس مثلا يعني يقولك يا اخي سامح بقى ما يصحش كده لا فين حقي انا لازم اعلم لازم اوضح انا هن هفضل مدس علي على طول لازم ببقى هنا بعمل ازاي الصوت اللي جواه بيقول لي سامح اغفر طيب عدي لا لازم اعلم لازم ادوس لازم دي هنا اقتريها ايه الزات اللي جوا ومش عايز اتبقى صوت الراعي الراعي يقول لك ما تخشش في الموضوع الفلاني ما تخشش في الموضوع الفلاني وانا اصر ان انا خش دي مش عايز اتبعه لكن لو انا اتبعت الصوت اللي جواي هو ده لا بقى يعلموني حاجة حلو قوي يقول لك ايه اقول يا رب يا ابونا انا مش عارف اسمع صوته طب اعرف ازاي قال لي اول حاجة عشان تعرفوا لازم كون جواك حيادية يعني ايه حيادية ما تبقاش عندك فكر مصبخ عايز حاجة معينة لا انا عايز حق لا عايز كذا لا عايز اعمل جي لا عايز اعمل ها لا عندك حيادية انت ممكن تعمل او ما تعملش تسامح او لا تعاقب تبقى عندك الاتنين موجودين ويكون عندك الحيادية وتسلم للصوت يعني مثلا واحد يقول لك انا عايز هاجر فيقول لك انت عندك حيادية انت ممكن تهاجر او لا لا بصراحة انا عايز هاجر وبطلب اسمع صوت رب طب هتسمع ازاي لاز يكون عندك حيادية انت تسمع صوت لكن طول ما انت عندك رأي مسبق نوي انت تسمع يبقى مش يبقى عندك بصيرة روحية وعشان كده تروح واخد القرار الخاطئ يقول يا رب عملت كده ليه ما انا سألتك ما ردتش لا الحي هو رد بس انت اللي ايه مش عايز تسمع عشان كده يقول لك تسمع صوت الرعي وتت باع هو يقول ان لهذا الصوت عشان تقدر تميزه ولو انت مش قادر تميزه بانت نقصك العلاقة السريرية اللي بينك وبينه انت بتصلي كل يوم ومتعود عليه ولا لأ بتسمعه في انجيلة كل يوم ولا لأ بتسمعه على المسبح ولا لأ ما هدي نقطة تانية ما لو انت بتعرف صوت ربنا من كتر سماعه وتقدر تتعرف عليه احنا لما بنيجي نتكلم إثلا لو انا هكلم أي واحد بالتليفون قالوا اى유 يفلان مين معayı انا ابونا انطنس ااهلا وسهلا يا ابونا لو عدت غربت شهر اثنين ثلات واتصلت ثاني مين معا انا ابونا انطنس اهلا يا ابونا بعد شهرين ثلاثة اربع واتصلت ثاني مين معي ابونا انطنس وانا لنسى يا بني إثني مين معايا أبونا انتونيس ثالث يوم أبونا انتونيس اللي معايا آه أنا بعد شوية من كترة بنوعد نتكلم مع بعض ويقولك ملك يا ابونا صوتك تعبان ليه في حاجة ضيئك ليه بتتميز صوتك باين حتى نبراته بقيت عرفها فدي العلاقة السريرية اللي بينك وبين الله لو عملتها هتقدر تعمل كده هتقدر تشوف تقدر تشوف الروح اللي جواك تميز صوته وهذه هي العلاقة السريرية فبتعالوا نشوف ايه اللي بيتعبنا عشان ما يبقاش عندنا البصيرة الروحية ورجعنا الآية اللي احنا على النهاية بيقولك سراج الجسد هو العين ان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نية وان كانت عينك شريلة فجسدك كله يكون مظلما طيب احنا قلنا العين هي دي المنزار اللي بيخش للجسد وينوره والحقيقة البصيرة الروحية هي وراء العين يعني العين وراء منها البصيرة الروحية اللي هي بتاعت الروح طيب تخيل لو الدنيا هنا بقت ضلمة يبقى انت عملت ايه ضلمت كمان اللي جوه عشان كلك فكم يكون الظلامة اللي فيك كم كم يكون الظلامة اللي فيك فدي اول حاجة عينك البسيطة دي مهمة اوي النقاوة الداخلية او الخارجية دي اهم حاجة عشان تخليك عندك بصيرة روحية طول ما انت تايب ما فيش حاجة بتعطلك عن الروح اللي جواك هتبدل منورة لكن طول ما فيه خطية مستمرة تضلم قلبك ليه عندك شهوة عندك ذات عندك تعالي عندك فكر عندك خوف عندك شك عندك قلق ما كل ده يضيع البصيرة ما البصيرة احنا قلنا هي الروح القدس اللي جواك واحنا اتفقنا الروح القدس دي بزرة اتبذرت جوا قلبك اتزرعت جوا قلبك من اول يوم دخلت في الحياة بترويها كل يوم بوسائة النعمة اذا كانت صلاة اجبية انجيل تناول اعتراف كل الكلام ده انت عمال بتديها بترويها فلازم تطلع سمر لكن لو في خطية بيطلع شوك يخنق الروح القدس طب هل ما اضفت الشوك ده ما انت لو الجسد ضلمته بقى فيه شرور جوه العين ازاي قلبك يشوف ما هي بيشوف عن طريق عينيك طب انت مش لازم العين يعني مش لازم العين 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 القلب العين ان انت بتشوف بيها انت نظرتك للي قدامك هي دي نظرتك النظرة الفكر ان انت بتفكر يعني هنا اول ما اشوف واحد كده اقول اه ده شكله كده متعب طب انا خلاص انا خدت فكرة عنه مش ممكن هتعامل مع عيدل فهنا نظرة شريرة نظرة حسد نظرة افكار شريرة نظرة شهوة ما انت كده بتبوز قلبك من جوه بيتطلع شوكة تروح افلى الروح القدس فالقدس يطلع ما يقدرش يتكلم جواك او على قلي شوشر عليه مهما هو تكلم انت مشغول بخطيتك اصلها يحصل اصلها هيكون اصلة 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 في الاخر ما فيش قصة حصلت معاك ايام الرسامة اول ما اخترنا للرسامة كنت انا وابونا مين الله ناح نفسه وابونا يصطس احنا كنا اول تلاتة يعني كنا التلاتة مع بعضينا كده جلت لنا في يوم وكنا اول مجموعة نوع التسعتاشر يوم ما بين الموافقة على الرسامة والرسامة احنا كان دايما زمان ايامنا يعني يقول لك مثلا ايه النهاردة ايه النهاردة مثلا الخميس او السبت او الحد يعني وتفر يعني الحد الجاي هتترسم يعني كان ثلاثة اربعة تيام دايما بنقابل البابا الخميس يقول لك ايه التلات يوم الحد اسفة الرسامة بتاعكم يعني كلها كم يوم اربع خمسة ايام احنا كنا اول دفعة عندنا تسعتاشر يوم ما بين الموافقة وما بين الايه الرسامة فاجينا في يوم بعد الاسبوع التاني لقيت انا وابونا مينة وابونا يصص واقفين قدام ابونا يوحنا على الباب فانا بسأل ابونا مينة خير يا سيد فلان قال لي انا جاي عتزر قال لي وانت جاي لي وانا جاي عتزر فلقينا ابونا يصص ايه ابونا يصص جاي لي قال لك جاي عتزر احنا التلاتة جايين نعتزر اتاري ايه لما سبنا دماغنا تفكر والافكار والقلق ركبنا نسينا نسمع صوت ربنا خالص وابتدى الشيطان يغزي الفكرة بعتلنا ناس من كل حتة تشكك في الدعوة بتاعي فكل واحد خد قرار نهائي انها راحين نتنازل ومش هنكمل الرسالة فيرح بقى ابونا يوحنا يستقبلنا كده واحد واحد كده وجاي بيكلم قال لنا بس عايز اقول لكم حاجة انا اشكر ربنا ان احنا اخترنا صح اخترنا صح انا جاي بقول لك انا جاي اتنازل مش عايز اعمل مش عايز ارجع قال لي لا مهتلمة الشيطان زعلان وعمالي هيجي الدنيا عليك ويبقى احنا اخترنا صح انت بتحذر يا ابونا فمسكنا كل واحد لوحد قول لي بقى مالك فيه ايه طوله بص فلان قال كزا وفلان قال كزا وفلان قال كزا واحد تاني قال لي يعني يا ابن ده الكهن ده كهن من بطن امه انت فين انت عشان تبقى كده ده اصل الكهن اذا بيحبوك وعايزيني ايه يلبسوك في الحيط واحد تاني يقول لي يا ابن انت هتبقى شحات واحد تاني يقول لي لا 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 ايه ده يا ابن انت هتسيب العز اللي انت فيه كلام بقى وانا طبعا كلنا ادى طبعا كل واحد في ايه في مجال لانا كان عندنا واحد دكتور واحد كان محاسب في بنك وانا كنت شغلتي حاجة خاصة يعني فكل واحد جي من ناحيته هتسيب مكانتك دي وانت خلاص وصلت المرحلة حلوة وتسيبه تخش في العك فراح جي ابوني محن قال لي ايه عايز اسألك سؤال قديك سمعت كل الاراء انت حاسس بايه قطولوا انا طول ان انا بقى ابونا يعني بس يا ابونا لأ بالمنطق الكلام ده مش مضبوط قال لي طب بس ماتش حاجة قطولوا انا بقول ربنا عايزني بس انا شايف ان الكلام ده مش مضبوط قال لي بص يا حبيب صوت ربنا الوديع الهادي اللي بقول انا عايزك هو ده صوت ربنا اما صوت كل اللي حاولي منك ده صوات ايه الشيطان اتاريني عامل ايه مدي وداني وفكري وعقلي للعالم كله وانصيت الصوت الوحيد اللي جاي بيقول لي انا بحبك وعايزك على فكرة كلنا كده على كل المستويات يعني ممكن يكون ربنا بيقول لك على حاجة جواك وانت مصر على حاجة معينة فانت بتمنع البصيرة الروحية ان هي تطلع وتشوف الحقيقة على حياتها عشان كده احباي مهم جدا ان انت تبقى ملتصق بالله باستمرار لان البصيرة الروحية معتمدة على الالتصاق بالله ونقاوة القلب كل ما تنظف قلبك اول باول تروح كل ما يضلم تخش على قب اعترافك الحقني انا عندي شكوك كتيرة واشواك كتيرة اصقصها عشان تطلع السمر والسمر بعد كده يقول لك ايه سمر ايه سمر الروح محبة فرح سلام طول انا وداعة لطف صلاح ايمان تعفف تسع سمر لازم تكون موجودة فيك فدور طالما التسع دول مش موجودين فيك او على اقل في منهم واقع يبقى في شوكة بتخنوا السمر دي مش عايزة تطلع سمر الروح نتيجة البصيرة الروحية اللي جواك نتيجة الروح القدس اللي جواك اللي شغال اللي لن يتركك ابدا مش ممكن يسيبك لك انت ابنه ازاي يسيبك ازاي يبعد عنك انت ممكن تكون شايف ابنك بالجسد محتاجك في حاجة وتبعد عنه او تهرب منه لانت اول واحد تكون شايله وهو ده القاب هو ده المسيح لما يلاقي يكون اقرب منك من اي حد تاني انه جوا قلبك الا لو انت لفزته الا لو انت تردته او قفلته او طفيته طفيته يعني ايه ما روتوش كويس ما صليتش كويس عشان كده العباقي يقولك ايه يقول له يا ابونا انا تعبان قل له صلي يا حبيب طب انا عندي مشكلة صلي يا حبيب طب انا متدايق صلي يا حبيب انا في ديئة صلي طب انا عندي مشكلة مادية صلي ايه ده بقى هو كل حاجة عندكو صلة ما فيش حاجة تانية غير كده الحقيقة هو ده الحل الوحيد السحري اختملكم قصة من حكاية الصلة دي لسه حصلة معايا مبارح كان معايا كابلز عندهم مشكلة زوجية بقالنا شهر عمين بالتليفونات والرايح جاي رايح جاي ففي الاخر وصلت انهم لازم يجي وعدوا معايا مبارح عدت الساعة واحدة وتلت تقريبا عدنا مع بعض لغاية اتنين لغاية تلاتة وتلت واحدة وتلت لغاية تلاتة وتلت وتلاتة وتلت كنا وصلنا خدنا قرار تقريبا هنتطلق خلاص يعني كت دنيا قفلت قفلة صعب قوي في الاخر فجأة بصت لي ايه كده ربنا عمل حاجة غريبة قوي ولقيت الدنيا بتمشي عكس الاتجاه يعني بعد ما كانوا خلاص مش قابلين بعض وكانوا بيتخنوا انا ربنا بعاتلي كده فكرة واتكلمت لقيت الدنيا عملا بتتغير تتغير تتغير على تلاتة ونص وخمسة كنت مصليلهم وماخدين بعض بالحض انا مش عارف ليه صدقوني مش عارف ليه مهم خرجتهم وانا بخرجهم لقيت ابونا دنيا البرا واقف واسكي السكرتاريا عفلين القوضة بيصلوا برا فبيقولي يا ابونا احنا سمعنا الصوت والجياب فاحنا قلنا فرصة ان نصلي غروب ونوم فاقلنا نصلي تقولوا تصدقوا انتوا بتصلي بالله برا انقصتوني جوه الصلاة غيرت القلوب لقيت الاتنين دولا فجأة اتبدلوا بعد ما كانوا اتنين مش طيقين بعض وكل واحد ماسك خنجر ورا ظهر وعايز يقتل التاني فجأة ربنا اشتغل اتري الصلاة برا تشتغل قال لنا سمعت ازعيق واخناء وحسيت ان في برجلة قلنا نصلي برا تقول ربنا عوضك يا ابي قاعد يصلي من اجل الايه المشكل اذا غيرت وهو ده الحقيقة العلاقة او الالتصاب والله هو ده اللي يعطي البصيرة الروحية ويخليه فتح لي فتح لي انه ان اقول حاجة انا ما كانش في دماغي ان انا اقولها لقيت الدنيا تشقلبت كلها عشان كده عايزي بقى عندك بصير التصق بالله داوه مع الالتصاب بالله في كل لحظة خليه هو ده زي ما انتو قلته من شوية كده ايه عيني عليه وايه ومتصق بيه تقريبا حياة كده انا بفاكر الترنيمي لسه كنت بتقولوها جميلة جدا ان انا عيني عليه ومثبت ايديا فيه هو ده هو ده ربنا الوحيد اللي يقدر ينقذك وده اللي اديك البصير الروحية يعرفك الطريقة التي تسلك ربنا يدينا وديكم ان يكون لنا البصير الروحية اللي نقدر نعيش بها صح ان لو مشينا بها صح هيكون عندنا كل سمار الروح محبة فرح سلام طول انا وداع لطف صلاح ايمان تعفف مش هتضيع منك صمرة مش هتضيع لانها مروية بالغالي مروية بدم المسيح لإلهنا كلما بدو قررهم لانوا بد كلهم ايمان اشتركوا في القناة